بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على عبده و رسوله محمد و على آله و صحبه أجمعين أما ذعد الناس يتعاملون مع الله تعالى طوال حياتهم و الواحد منهم يتوقع في كل يوم أن يرحمه الله تعالى أو أن يرزقه أو أن يعاقبه أو أن يبتليه أو أن يرضى عنه أو أن يحبه لكن هل سمع الإنسان من قبل عن احتمال أن يصلي الله عليه نعم يصلي عليك أنت ألست تصلي على الرسول صلى الله عليه و آله و سلم الله تعالى أيضا ممكن أن يصلي عليك ما معنى أن يصلي الله عليه و ماذا سيحدث بعدها كيف تتعامل مع الله إذا صلى عليك أولا ما معنى الصلاة على الإنسان عندما نقول اللهم صلي على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم ما معنى اللهم صلي على محمد الصلاة من الله على العبد أي ثناؤه عليه في السماء فإذا أنت تدعو أن يثني الله تعالى ثناء جميلا على النبي صلى الله عليه و آله و سلم في الملأ الأعلى طيب إذا صليت أنت على نبي صلى الله عليه و آله و سلم فإن الله تعالى بالمقابل سيصلي عليك عشر مرات يقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات و حط عنه عشر خطيئات و رفع له عشر درجات فإذا كان الله تعالى يصلي عليك فهذا يعني أنه يثني عليك في الملأ الأعلى من هو المحظوظ الذي سيمدحه الله في السماء تخيل معي المشهد الآتي فلنفرض أنه يوجد شخص اسمه إبراهيم مثلا إبراهيم الخراز جدي حفظه الله اسمه إبراهيم الخراز فرضا فرضا أنه دخل إلى المسجد يوم الجمعة و الإمام يخطب أول ما دخل المسجد توقف الخطيب عن الخطبة و أشار إليه و قال اللهم صلي على إبراهيم الخراز و المصلون يقولون آمين اللهم صلي على إبراهيم الخراز و هم يقولون من كل قلبهم آمين ما رأيكم بهذا الموقف هل تظنون أنه سينسى هذا الموقف في حياته أبدا مستحيل طيب و الله يوجد موقف أعظم منه يضيع على الناس في كل يوم إنه صلاة الله على العبد كثير من الناس يضيعها لأنه ينشغل عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و آله سلم التي هي السبب الرئيسي في صلاة الله عليك ليس هذا فقط عندي لك خبر آخر جميل حتى جبريل عليه السلام بقوته و هيبته الذي له ستمائة جناح الجناح الواحد يقطي السماء بحيث أن الشمس ما تظهر هذا الملك الجليل جعله الله تعالى يصلي عليك و لما وصل هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله سلم سجد سجود شكر طويل فعن عبد الرحمن بن عوف قال أتيت النبي صلى الله عليه و آله وسلم و هو ساجد فأطال السجود ثم قال أتاني جبريل و قال من صلى عليك صليت عليه و من سلم عليك سلمت عليه قال فسجدت شكرا لله ليس هذا فقط بل حتى الملائكة تصلي عليك صلاة الملائكة على العبد أي دعاؤهم له يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا و اذكروا الله ذكرا كثيرا و سبحوه بكرة و أصيلة هو الذي يصلي عليكم و ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور و كان بالمؤمنين رحيما يو الله رحيما فعلا رحيما يا ربي ملائكة بالملايين تصلي علي و صلاتهم علي يعني دعاؤهم لي عندك و هم قريبون منك ماذا يوجد أحلى من هذا العلماء يعرفون جيدا قيمة أن يصلي الله عليك و لهذا فإنهم يتأثرون كثيرا إذا وقع ذلك أتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى أبي ذن كعب فقال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن أبي قال هل سماني الله لك قال نعم قال هل ذكرت عند رب العالمين يعني اسمي خرج في السماء قال نعم قالوا فذرفت عيناه و أخذ يبكي رضي الله عنه و أرضاه فهنيئا لهذا الإنسان الذي صلى الله عليه و ذكره في السماء السابع هنيئا له طيب ماذا ستفعل إذا صلى الله عليك طيب ماذا ستفعل إذا صلى عليك الله لا أدري ماذا أفعل هنا السؤال كيف تتعامل مع الله إذا صلى عليك أولا و الله في نفس اللحظة التي يصلي فيها ربي علي أنا أشعر بالحياء من الله تعالى من أنا حتى يصلي علي فاطر السماوات و الأرض من أنا حتى يمدحني في السماء ربي سبحانه و الله أنا الآن ربما لا يمدحني أحد في الأرض أمام الناس فكيف إذا كان الله يثني علي و قد سخر ملائكته لتدعوه لي هذا و الله يجعل الإنسان يستحي من ربه و هذا الشعور شعور الحياء عبادة من العبادات تؤجر عليها فزد من حسناتك ربي يصلي عليك و أنت تتعبده بالحياء منه الحمد لله ثانيا من حسن تعاملك مع الله إذا صلى عليك أن تقابل الإحسان بالإحسان فأنت أيضا تثني على الله تعالى كما أثنى هو عليك فامدحه قل قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر هذا كله ثناء على الله تعالى أيضا امدحه أمام الناس إذا جلست في مجلس بين الناس فخطط قبلها أن تفتح موضوعا عن كثرة النعم التي نحن فيها عن رحمة الله حاول يعني بدبلوماسيتك أن تفتح الموضوع لكي يتحدث الناس فتثني أنت على الله تعالى و يثني الناس على ربهم فتخرج بأحلى مجلس و ربنا سبحانه يحب أن يمدح كما أنك أنت تحب أن تمدح فالله تعالى يحب ذلك باب أولى لأنه يستحقه وهو أهل الثناء والمجد قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أحد أحب إليه المدح من الله أيضا من التعامل الراقي الذي يمكن أن يكون بينك و بين الله تعالى إذا صلى عليك أن تحاول أن تدعو غيرك إلى أن ينضموا معك في هذا الجمع العظيم من الصلاة المتبادلة بين الخالق و المخلوق فذكر الناس بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و أيضا أيضا لا تفوت أبدا و لا مرة واحدة أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعت ذكره كلما ذكر عندك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمباشرة ارفع صلاة جميلة إلى السماء السابعة على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم عندي طلب أخير إذا صليت على النبي صلى الله عليه و آله و سلم فاستحضر أثناء صلاتك هذه المعاني التي ذكرناها لماذا؟ لكي تكون صلاتك كاملة و لا تقولها هكذا بلسانك فقط بلا استحضار المعاني التي في قلبك لكي لا تكون صلاتك ناقصة و بالتالي كل أجر ناقص لأن الصلاة الكاملة هي التي تكون بالقلب و اللسان و ليس في اللسان فقط نعم نعم يجوز أن تقولها بلسانك فقط بلا استحضار ستؤجر إن شاء الله و لكن الأجر لن يكون كاملا هذا هو كيف تتعامل مع الله إذا صلى عليك أسأل الله تعالى أن يرفع اسمك عنده في السماوات العلا و أن يعيننا و إياك على ذكره و شكره و حسن عبادته ننتقي في موضوع جديد بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج كيف تتعامل مع الله